اشتركوا في القناة القائد العام لقوات دفاع البحرين بوزير القوات البحرية الأمريكية والوفد المرافق وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون وصداقة تاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع في شأن التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر